ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله طيبين اذا كانت هذه زيارتك الاولى لقناتي المتواضعة احب اقول لك منور ايها الزائر اللطيف ويسعدني جدا انك تكون واحد من اسرة العظماء اللطيفة وتضغط على زر الاشتراك وتفعل جرس التنبيهات وبالمرة بعد الفيديو تاخذ رفة على قناتي راح تلاقي فيديوهات لممثلين ثانين مثل ليناردو كابريو توم هارديو كيانو ريفز والباتشينو وبرضو راح تلاقي في القناة شوية مراجعات وتوصيات انيقة مثل وجودك الانيق اما اليوم ايها العظماء راح نتكلم عن واحد من فطاحلة السينما والتلفزيون واحد من اقوى الاسماء واضخمها في ساحة الفن السابع الممثل اللي ترشح لخمسة جوائز اوسكار وفاز بجائزتين منها الممثل اللي ترشح لسبعة جوائز جولدين جلوب وفاز بثنتين منها برضو الممثل اللي له ادوار عديدة على خشبة المسرح وبرضو قدر انه يفوز بجائزة توني المسرحية سيداتي سادتي اليوم راح نتكلم عن العظيم دينزل واشنطن كلنا عارفين انها الانسان واحد من الممثلين الكبار في هوليوود ويتميز بنبرة صوتها الفاخرة وتعابير وجهه الجادة واللطيفة والمسالمة في نفس الوقت والانسان هذا كان وما زال استثمار ناجح لكل المخرجين وصلنا على الافلام عطوا في اي دور راح يبدع اكشن يعطيك اكشن دراما يعطيك دراما ويخليك تعيط وتبكي كمان كوميديا اثارة غموط اللي ودك فيه ورقة رابحة في كل الادوار دينزل هيس واشنطن الاصغر او مثل ما عرفناه دينزل واشنطن واسمه ينطق دينزيل مش دينزل ولا دينزل بس انا اقول له دينزل كلنا نقول له دينزل انت بتقول له دينزل هذاك بيقول له دينزل هو كيرز الاسماء ما لها قواعد ابوه اسمه كمان دينزل يعني هو دينزل وابوه دينزل بس لحظة في لخبطة هنا في اسمه واسم ابوه لازم اوضحها لكم في تصريح يقولون ان اسم الاب دينزل كده ينطق دينزل اما الابن فهو دينزيل زي ما قلت لكم في البداية فرق بسيط في نطق الاسم يعني كأنك تقول محمد ولد محمد وتم تسميته بهذا الاسم تيمونا باسم الطبيب اللي اخرجوا للحياة من رحم امه ولد دنزل واشنطن يوم 28 ديسمبر من العام 1954 وبالتحديد في منطقة قريبة من مدينة نيويورك اسمها ماونت فيرنون ولما كان صغير يقول كانت ثقته في نفسه مرة طائحة وكان يشوف ان وجهه قبيح وان الوسامة فوادي وهو فوادي بل انه كان يلبس قبعة لتغطيت جبهته خلاص اوكي ترا شفتوها في انستجرام انا حاقوا عدي واريكم اياه كل شوية اهو شايفين جبهتي شايفين بسم الله ما شاء الله واحد تنين جبهة ما جابها ما شاء الله فيه فيه جبهة بس فكرة اني اغطيها مش ما له علاقة في موضوع ثقة النفس بقدر ما هو ايش يعني تلوك جود ان فرونت في كاميرا لكن ما نحب نعكس الاضاءة على وجهكم دنزل واشنطن يا جماعة يعتبر رجل متدين نوعا ما وحاول انه يصير قسيس في مرحلة ما من عمره ولكن ما عرفوش اللي وقف في طريقه ستيل ما زال رجل مؤمن ودائما ما يشكر الله في خطاباته ونصائحه لجمهوره ومن حول بل انه تبرع بمبلغ مليونين دولار لبناء كنيسة في مدينة لوس انجلوس وبرضو صرح انه يحب اغاني الكنيسة مرة كثير بالاضافة الى موسيقى الجاز برضو ابوه كان جدا متدين وكان يمنعهم من انهم يروحوا للسينما وكان يسمح لهم يتابعوا الافلام الدينية او الافلام اللي تتكلم عن شخصيات دينية ببساطة كذا يعني افلام مختارة مو اي افلام برضو في قصة اتوقع لها علاقة في قوة ايمانه او في الجانب الروحاني عنده بشكل عام واللي اسماها النبوة او ميسيج فروم قاد رسالة من الله خلوني احكي لكم دي القصة على السريع لانها مثيرة للاهتمام للمانة يقول انه كان جالس في صالون التجميل تبع امه امه عندها صالون تجميل وقتها كان عمره عشرين سنة ولسه في الجامعة والحياة ما زالت تلطم ويمين وشمال او يعني وضعه لسه ما هو مستقر المهم هم في الصالون زارتهم وحده واثناء سواليفها معاه قالت له يا ابني انت بتصير مشهور يوما ما انت بتصير شيء كبير يوما ما انت بتصير شخص معروف ورح تكون انسان مؤثر في حياة الكثير من الناس وفي رواية ثانية يقال انها كتبت لها الكلام في رسالة وما زال محتفظ بهذه الرسالة الى الان لانه يشوف انه هذيك السيدة ما هي عادية او هذيك الرسالة ما هي رسالة عادية بل هي نبوة وتحققت من عند الله على كل حال في مثل عندنا يقول كذب المنجمون ولو صدقوا بس كيف نقنع ابو واشنطن المهم دنزل واشنطن يا جماعة ما عنده اي اصدقاء من المشاهير لايك زيرو نن ولا شيء ولما سألوه ليش قال ببساطة يا جماعة انا ما عرف اكون صداقات واغلب اصدقائي هم ناس كبار في السن او اصدقاء قدامة جدا صادقتهم غصبا عني في الايام الخوالي نفس حكاية لما تتوظف في مكان او تدرس في مكان ويصير جنبك شخص ومع الوقت تصيرون اصدقاء غصبا عن بعض يعني شيء زي كذا المهم حاجة غريبة للامانة توقعته اجتماعي دنزل واشنطن عنده اثنين من الاخوة اخت اكبر منه واخ اصغر منه ولما صار عمره 14 سنة انفصل والديه عليش اذا انت اول مرة تشوف الفيديو هذا ما رح تفهم السالفة بس ترى كل مشهور نتكلم عنه يطلع ام وابوه منفصلين وهم صغار ما عرف والمصيبة كلهم يطلعوا ناجحين سبحان الله ومليارديرات لما انفصل ام وابوه عن بعض امه ارسلته الى مدرسة عسكرية في مدينة نيويورك وهالمدرسة غيرت حياته تماما مثل ما قال يقول دنزل فيما معناه المدرسة العسكرية غيرت حياتي لاني لم اكن سانجو اذا بقيت صائع ضائع في الشوارع والاشخاص الذين كنت اخرج معهم قبل دخول المدرسة قد قضوا ما يقارب الاربعين عاما في السجن لقد كانوا اصدقاء جيدين لكن الشارع هو الذي افسدهم والشوارع بشكل عام دائما ما تفسد الصغار والشباب قبل ما يدخل الجامعة كان ينوي انه يدرس طب خيلوا معي دكتور دنزل واشنطن ولكن غير رأيه دخل صحافة انا بنفسي معارف ولا احد في العالم عارف ليش غير تخصصه من طب الى صحافة ولكن بالفعل حصل على شهادة جامعية في الصحافة من جامعة فوردهام عام 1977 زوجة بوليتا بيرسون واشنطن هي ممثلة برضه التقى بها دنزل واشنطن اثناء تصوير الفيلم التلفزيوني ويلما وهو اول فيلم مثل في حياته اصلا تخيلوا عادر اول فيلم امثل فيه بوم شيل واحد قرر في ليندي مدير ما عنده وقت مستعجل الرجال بس برضه لحظة فيه قصة مرة مهمة له مع زوجته قبل ما يتزوجون يعني في احد الامسيات الجميلة والرومانسية انحنى دنزل واشنطن امام الجميلة بوليتا في مكان غير معروف وقال لها بوليتا بيرسون هل تقبلي نبي زوجا لكي بوليتا التفتت اليه ويده على فمها من الصدمة وقالت هيل نو يب ما امزح رفضت المرة الاولى ابو واشنطن قال شكلي ابو ايش تعجلت اعطيها فرصة واجرب حظي بعدين كذا بعد فترة لما الاجواء تهدى ولما الحب يكبر اكثر بعد فترة وفي امسية جميلة وشاعرية وفي مكان اخر مجهول انحنى دنزل على ركبتيه للمرة الثانية وقال لها بوليتا بيرسون هل تقبلي نبي زوجا لكي التفتت اليه بوليتا ويدها على فمها من الصدمة والدمع في محاجر عينها وقالت هيل نو نو رفضته مرتين يب يا جماعة رفضته مرتين بس تتوقعون ان دنزل واشنطن استسلم تتوقعون انه قال في حريقة اروح ادور غيرها النسوان على قفة من يشيل لا والف لا ما زال دنزل ماسك شمعة الصغيرة متأملا انه راح يرى النور في نهاية الطريق وبالفعل بعد فترة انثنى على ركبته للمرة الثالثة وقال لها بوليتا بيرسون هل تقبلي نبي زوجا لكي التفتت اليه بوليتا بيرسون وقالت تهلي للنشبة خلاص موافقة خلاص تزوجنا يا نشبة ما بعدها نشبة وافقت عليه بالفعل بعد المرة الثالثة وتزوجته عموما ما عرف ليش كانت رافضته في البداية لا هو صرح ولا هي صرحت المهم تزوجوا عنده منها اربعة ابناء اكبر ابناء هو جون ديفيد واشنطن وهو برضو ممثل ولكن قبل ما يكون ممثله ولاعب كرة قدم امريكية اشو مريحة واسطة يا جماعة وكلنا يمكن عارفين انه بيمثل دور مهم في فيلم كريستفور نولان القادم تينيت بعد كذا عنده بنت اسمها كيتي واثنين توأم اوليفيا ومالكم ويقولون انه سمى ابن الاصغر مالكم تيمونا بشخصية مالكم اكس واللي ما يعرفون من هو مالكم اكس هو داعي اسلامي ومدافع عن حقوق الانسان امريكي من اصل افريقي هذا بالنسبة لحياته الشخصية والاسرية والحياة الاجتماعية بشكل عام اما في مجال الافلام واللي هي محور حديثنا الاساسي فاول ظهور لدينزل واشنطن في عالم السينما والتلفزيون كان عام 1977 في فيلم بسيط اسمه ويلما الفيلم اللي قابل فيه زوجته ونشيبلا هنا بعد هذاك الفيلم بدأت مسيرته بالتطور حبة حبة وصارت تجيها ادوار جديدة بين فترة وفترة ولا اخفيكم حقيقة مثل ومثل الكثير من الممثلين شارك في افلام جديدة وافلام مشي حالك وافلام سيئة من كل حدب وصوب بعض الادوار كانت رئيسية وبعضها كانت ثانوية وبرضو له مشاركات كثيرة على خشبة المسرح وقدر انه يحصل على جائزة توني المسرحية عام 2010 يعني لو كمان يقدر يجيب جائزة ايمي واحدة بس على الاقل راح يحصل على لقبة تاجة الثلاثي للتمثيل ولو تحب تعرف اكثر عن التاجة الثلاثي للتمثيل ارجع للفيديو في القناة اللي اتكلمت فيه عن حياة البتشينو وراح تفهم الحكاية برضو دينزل واشنطن كان مفروض يكون بطل سلسلة افلام بليدة الشهيرة كان مرشح هو والممثل وسلي سنايبس وكمان الممثل لورنس فيشبورن ولكن في النهاية تم اختيار الممثل وسلي سنايب لبطولة السلسلة باد فوريو مستر واشنطن صراحة كان ودنا نشوفه في دور كذا سوبر هيرو ولا دور ذي الخيالية برضو يا جماعة كان مفروض انه يمثل في دور مهم جدا في فيلم سيفن بجوار الممثل الكبير مورغين فريمن كان مفروض يقوم بدور المحقق اللي قام فيه براد بيت ولكنه رفض الدور ويقول دينزل واشنطن هذا واحد من اكثر الادوار اللي ندمت اني رفضتها وتمنيت فعلا اني اخذت الدور عاد ابغاكم تتخيلوا المشهد حق واتس ان دا باكس بصوت دينزل واشنطن وبملامحه هذي كالمرعبة اوف يا لطيف على كل حال براد بيت ما قصر الامانة قدمت دور على اكمل وجه ولكن تعرف يعني كده نحلم نحلم عموما اجمالي الافلام اللي ظهر فيها دينزل واشنطن او الاعمال اللي شارك فيها الى تاريخ هذا الفيديو حوالي ستين عمل غير مشاركاته المسرحية طبعا وهذه اهم عشرة اعمال بشاركها معكم من وجهة نظري مو معناته انه باقي افلام وكلام فاضي نو بالعكس عنده افلام كثيرة من رقوية وحبيتها ولكن هالعشر اللي جات ببالي وقت كتابت الحلقة وطالما انها جات ببالي وقت كتابت الحلقة معناته انها الاقرب الى قلبي منطق والله منطقة جماعة المهمة علينا خلونا ناخذ لفظة على العشرة افلام اللي اخترتها لكم الفيلم الاول فيلم غلوري واللي صدر عام 1989 وتقريبا هو واحد من اوائل الاعمال القوية اللي ظهر فيها دينزل واشنطن وترشح عن دوره في هذا الفيلم لجائزة الاوسكر لأفضل ممثل مساعد وفاز فيها ثانيا فيلم مالكوم اكس واللي صدر عام 1992 ويحكي الفيلم السيرة الذاتية للمفكر الاسلامي والامريكي مالكوم اكس وكيف انضم الى عصابات المافيا ودخل السجن وقصة اعتناقه للإسلام ومحاربته للانحراف الفكري للمنظمات الارهابية ثالثا فيلم فولن واللي صدر عام 1998 ويحكي الفيلم قصة محقق يعيش حياة عيسى وملئة بالرعب حين يجد نفسه يحقق في قضية لها علاقة بكيان شيطاني رابعا واللي يعتبر واحد من اهم ادواره اذا لم يكن اهمها واللي ترشح فيه للأوسكار وفاز فيها كافضل ممثل رئيسي فيلم ترينينج داي واللي صدر عام 2001 ويحكي الفيلم قصة محقق فاسد يقوم بتدريب شرطي جديد واتوقع والله اعلم الفيلم هذا كل الناس تابعوه ولكن في حال انك ما تابعته في حال انك ما تابعته تاب وفي حال انك تابعته مرة زمان لما كانت رؤيتك ماهي واضحة للفن والسينما تابعه مرة ثانية رح تشوف فعلا قدي ايش هذاك الفيلم مرة قوي خامسا فيلم داي جا فو اللي صدر في العام 2006 وهو فيلم خيال علمي وغموض وجريمة يتكلم عن السفر عبر الزمن ما في شيء مميز في الفيلم صراحة كفكرة سفر عبر الزمن ولكن وجود دينزل واشنطن في الفيلم هو اكبر ميزة للفيلم ولو اخفيكم صراحة انا ايش في سفر عبر الزمن لحظة مخ خيال علمي بشكل عام اتابعوا على طول فما بالكم لو فيه دينزل واشنطن مرة رهيب تابعوه لايفوتكم سادسا واحد من افلامي المفضلة برضو هو فيلم مان اون فاير واللي صدر عام 2004 واللي خلاني يتابع هذا الفيلم واحد من الشباب الله يذكروا بالخير جلسنا شبله هنا تابعوا تابعوا الين تابعتم وفعلا يا جماعة ما ندم ويقدم فيه دور عميل سابق في الاستخبارات يتم تعينه لحماية طفلة عمرها تسع سنوات يا جماعة الفيلم هذا ترى مرة احبه حتى دكوتا وقته وهي كانت مرة طفلة كان اداءها جدا خيالي سابعا فيلم فلايت واللي نزل عام 2012 برضو واحد من افلامي الدرامية المفضلة واداء دينزل فيه كان مرة بطل يحكي الفيلم قصة طيار تتعرض طائرته للسقوط وتصير شوية لخبطة بعدها وتحقيقات تجاه اخلاقياته المهنية ثامنا فيلم فينسس واللي كان من اخراج وبطولة دينزل واشنطن شخصيا ونزل عام 2016 ويحكي الفيلم قصة تروي ماكسن وصراعه مع ماضيه المؤسف فيلم درامي قوي يا جماعة وفيه مشهد حواري جدا جدا قوي وقد يكون احد اقوى الحوارات في تاريخ افلام الممثل دينزل واشنطن لا يفوتكم اذا تحب الدراما يعني انا بعد كل فيلم بقولكم لا يفوتكم لانه فعلا كل الافلام لا تفوتكم مفروض كده في النهاية اقول لا تفوتكم هذه العشرة وخراس تاسعا فيلم The Magnificent 7 واللي صدر عام 2016 برضو وهو في الواقع اعادة انتاج لفيلم يحمل نفس الاسم صدر عام 1960 برضو فيلم جميل استمتعت فيه حقيقة اكشن على وسترن كذا رهيب لا يفوتكم برضو قلت لا يفوتكم للمرة العاشرة عاشرا واخيرا ثنائية The Equalizer اوكي انا عارف اكشن وكذب وشوية بهارات من بوليوود بس مستحيل ننكر انه دينزل واشنطن كان دور وجدا قوي وتقمص للدور شي رائع والله اخر مرة بقول لا يفوتكم لانه هذا اخر فيلم اصلا ديماشر The Equalizer وتحب الاكشن وتحب جون ويك والكذب لا يفوتك The Equalizer تاز وبس والله هذه كانت العشرة افلام اللي طرأت في بالي وانا جالس اجهز الفيديو وابد خذوا راحتكم وشاركون افضل افلام هالنجمة الجميل بالنسبة لكم في التعليقات راح نقراها وممكن لو في شي ما تابعنا نتابله لش لا طيب تدرون انه دينزل واشنطن يا جماعة كان عنده تجارب في الاخراج وقدر انه يخرج ثلاثة افلام الفيلم الاول اسمه انتوان فيشر صدر في العام 2002 وكان من بطولته واخراجه والفيلم الثاني اسمه The Great Debiters دبيترز يا رب قاعد اقول الاسم صح صدر في العام 2007 وكان من بطولته واخراجه برضه والفيلم الثالث هو فينسس واللي صدر عام 2016 وبرضه كان من بطولته واخراجه هذه بالنسبة للأفلام اللي اخرجها برضه قدر انه يخرج حلقة واحدة من مسلسل Grace Anatomy وكان تقييم الحلقة تقريبا تسعة من عشر وبرضه يا جماعة دينزل واشنطن يعتبر منتج وشارك في انتاج الكثير من اعماله اللي مثل فيها بعد كذا عندنا ثروة دينزل واشنطن ثروته الى تاريخ الفيديو هذا تقدر بحوالي 250 مليون دولار والرواتب اللي اتقاضاها في افلامه تتراوح ما بين 7 مليون دولار و20 مليون دولار و40 مليون دولار كحد اقصى وهذا راتب اللي اخذه عن دوره في فيلم American Gangster اللي صدر عام 2007 ختاما خلونا ناخذ واحدة من مقولات هذا الرجل الرائع والحكيم وانصحكم بشدة انكم تتابعوا فيديوهاته او خطاباته الموجودة على اليوتيوب فيها الكثير من الالهام والكلام المحفز اللي قد يغير حياته يقول دينزل واشنطن انا فخور جدا بان اكون من ذوي البشر السوداء الا ان كوني اسود ليس كل ما انا عليه انها خلفية الثقافية التاريخية ومكانة الاجتماعية ولكنها ليست كل ما انا عليه ولا الاساس الذي اجيب من خلاله على الاسئلة الى هنا يا جماعة نكونوا وصلنا نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الاعجاب تقديرا لمجهوداتي اللطيفة والمتواضعة يعني وشاركونا في التعليقات اراءكم حول هالممثل العظيم واش افضل اعماله بالنسبة لكم كان معكم الوجيه بيمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة